مرحب بضيفي داخل السيديو في المجلة الرياضية في جزء الأول من المجلة الرياضية الأستاذ علي أسد عضو مجلس إدارة نادي المريخ مرحب بك علي أسد جمعة سعيدة جمعة سعيدة ومرحب بكم قناة دلمان الفضائية ومرحب بمشاهدي هذا القناة وخاصة جماهير المريخ المتعطشة لأخبار ناديها وتفاصيل كثير من القضايا التي تهم هذا الكيان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون خير معين لهم في أن يتلقوا الأخبار الحقيقية الخاصة بنادي المريخ خلال الفترة أنه كثرة الأخبار المريخ بيتناول عبر الوسائط الاجتماعية حتى الصحافة لا نقول هي خلافات أو نقول وجهات نظر متبادلة أو معاكسة في مجلس المريخ وبعض الصحف لكن أخبار المريخ الآن تأخذ من الواتساب من السوشال ميديا ما في غدا مباشرة ممكن المريخ يجي فيها أخبار أو تنزل فيها أخبار والله يمكن أننا بصراحة أقول نحن حتى في المجلس بنسبع أخبار عن المريخ تماما في الوقت الذي أصلا أننا كعضو مجلس أو كمجلس إدارة نادي المريخ لم نناقش ولم نقرر ولم نسمع بذلك سواء عبر الميديا سواء عبر الصحف كثير من الأشياء نسمع أنه مجلس إدارة نريخ فعل كذا مجلس إدارة نريخ فعل كذا في حين أنه حتى ما كان في اجتماع حتى جميل ولذلك أنا أتمنى أنه في الحالة قد نقدر نضع على المشاهد المريخ التحديدا إن شاء الله في كل فيها جنة كثيرة فيها جنة كثيرة جدا جدا ممكن تكون غايبة على جماهير المريخ وفي بعض الأشياء تكون غايبة عن جماهير المريخ نتمنى أنه نوصلها لجمهور المريخ عاشق الموجة الأحمر المريخ طيب بداية نبارك الانتصار الكبير على سوستارة اتحاد العاصمة الجزائري أحد الفرق المميزة جدا جدا في إفريقيا متصدر الدوري الجزائري بلعب 20 مباراة لم يهزم ولم تلت شباكو هداف قزيرة في الدوري أحد المنافسين الكبار على النسخة بالحالية من بطولة أبطال العرب المريخ استعال ينتصر بأربع هداف مقابل هدف شيء تألق لافت لكل نجوم المريخ المشاركين خاصة على أنصر الشباب الموجود في المريخ رغم القيابات الكبيرة مبارك لكم الانتصار وحدثنا عن هذا الانتصار انتصار المريخ على الاتحاد العاصمة بكل تأكيد نبارك للقبير الحمرة نبارك لأنفسنا نبارك لللاعبين نبارك للجهاز الفني نبارك لكل السودان أن هذا الانتصار أكيد يحمل اسم السودان انتصار كبير جدا وباهر دون أدنى شك وأنا في اعتقالي هو نتاج لعمل دقوب جدا 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 تم بين الجهاز الفني واللاعبين والمجلس وجمهور المريح يمكن كثير من كواليس هذه المباراة لا يعلمون ولكن في اعتقالي أنه مجرد ما إحنا طرح لنا مباراة الكلاسيكو عقدنا الأزمة أن المباراة تبقى هي من ضمن الإعداد للبطولة العربية وللبطولة الإفريقية وللموسم الجديد ولذلك كان كل أعضاء المجلس متحركين في هذا الاتجاه لنعمل ونسعى أن المباراة العربية تحديدا لابد أن تكون المريح وصل إلى أعلى مستوانها ويمكن الناس إذا شاهدت وتمحنت في مباراة التيربي في دبي كان واضح جدا أنه في شغل تم مع اللاعبين ومع الجهاز الفني المباراة خسرناها بعدم لك أو عدم التوفيق ويمكن ربنا أراد ذلك إحنا ونبن نقول فيه كان تقصير من الجهاز الفني ونبن نقول فيه تقصير من اللاعبين أدوا ما عليهم تماما بعدها طوالي دخلنا فيه البرحلة الإعدادية والعبنا مبارتين وفي اعتقالي كل الذين رافقونا وحضروا المبارتان واضح كان فيه بصمة لللاعب المريخي تحديدا مباراة الحمرية يعني نقول ممكن نقول الإعداد كان مثالي لهذه المباراة مباراة مباراة الوفاق السطيف أو مباراة التأكيد طبعا خلينا مباراة الاتحاد العاصمة في السايري جينا المباراة التانية مع الزيت ودي مباراة قوية جدا 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 استطاع المريخ إنه يحقق فيه خمسة أهداف لهدف وبعد المباراة بتاعت الاتحاد مباشرة يعني مجرد ما دواجهنا دواجهت أنا شخصيا مع المدرب قلت له هذا مباراة الزيت تبقى الأص اليو هنا غلبنا خمسة واحد هنا أربعة واحد يمكن نفسه سيناريو كلها واضحة كانت فيها فبقى ذلك كله الاهتمام الطبي تحديدا علاج الإصابات بالنسبة لللاعبين في الإمارات وخاصة على يد الدكتور الكبير العظيم جار النبي يعني واضح جدا إنه خلل المريخ وخلل كل الأندية السودانية الجهاز الطبي في الأندية أو في السودان اللي هو الطب الرياضي ككل يعني إحنا الرعاية الطبية اللي قيناها من دكتور جار النبي بالنسبة لللاعبين ودليه أثر المباشر في إنه المريخ يظهر بهذا المستوى والظهور دي بدأ من مباراة الكلاسيكو والمباراتين التجربية يعني نقول تأهيل اللعبين أيضا تلبيا له تأثير كبير طيب هل هي طبعا نحن عارفين أنه في فوارق كبيرة جدا جدا في الإمكانيات بيننا في بعض الأشياء وأيضا بين الدول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة تتوفر لجار النبي أكيد إمكانيات كبيرة دعنا نعود إلى مبارات اتحاد العاصمة الجزائري والانتصار الكبير الحقق المريخ في غيابات كانت موجودة في المريخ غياب أحمد حامد التش غياب أيضا المهاجم سيف تيري وأيضا مشاركة أمير كمال مشاركة حمزة داود في الجزء الأخير من المباراة بسبب الغياب أيضا بسبب الإصابات وعودة من الإصابات المريخ أشرك عناصر جديدة على التوليفة أساسية بشكل كبير الجز في مشاركة كبيرة ضياء الدين محجوب أحمد الرشيد التاج يعقوب يعني تألق كبير للنجوم حنشاهد جزء من الأهداف اللي أحرز المريخ لنتحدث قليلا أيضا عن نجمي كبير بإقامة محمد الرحمن سقير في السن يعني أحرز ثلاثة أهداف نتابع ثم بعود الحديث عن هذا الفتح ترجمة نانسي قنقر 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 مرحبا المشاهد الكريم مشاهدنا أهداف المريخ الجميلة اللي أحرز محمد عبد الرحمن ثلاثة أهداف وأيضا اللعب النعسان أحرز هدف بتأكيد أدوار كبيرة عليه طائر قاموا بيع عضد من الجهات الجماهير جهاز فني مجلس إدارة لتحقيق هذا الانتصار نتحدث عن الانتصار قليلا ثم نتحدث عن قضايا تهم أيضا المريخ في مساحة الحادث أنا في اعتقائدي زي ما بدأت أقول أنه الأدوار هي متكاملة اللاعبين وصلوا إلى أعلى مستوى من درجات الإعداد البدني والذهني واللياقي دي بلد معانا زي ما قلت لك من مباريات الإعدادية اللي تمت في العين طيب الدور الكبير جدا وأنا شخصيا التبث اللي هو دور الجماهير رغم من قلتهم حصل حدث كذا صغير جدا داخل الإستاذ في آخر تمرين اللي هو مجموعة من اللاعبين اللي هو وصلوا ناس المونس أوفدوا اتنين على أساس أنه يتكلّوا مع اللاعبين طيب أنا شخصيا جبت الكباتن اللي هو أمير كمال رمضان عجب محمد أبو الرحمن بكر المدينة وأنا شخصي الضعيف وشمس الدين جميل وقفنا تمانية شخصيات دي الوسط الميدان وجانا برضو المدينة الفني ومدينة الكورة تم حديث أنا أفتكر حديث مسؤول جدا جدا بين الحواب اللاعبين وجمهور الله يخليك يعني أمير كمال أثبت إنه كبير حقيقة بكري على محمد رحمن على الأربعة ديل يتكلموا كلام كبير جدا جدا أنا تيقنت تماما إنه المريق حيكون عنده شأن كبير جدا في هذه المباراة جميل حديث كان فيه نوع من الشفافية نوع من الصراحة يتكلموا أخواننا في مونس وردوا اللاعبين تحس إنه المباراة حقة اللاعبين تمام هذه المباراة جميل وبعدها طوالي أنا اتجهت إلى الدار وجدت برضو مجموعة من الروابط برضو تتحدث عن المباراة تتحدث عن متمعين وكان رأيهم إيجابي جدا جميل وأنا أفتكر هذا صورة من صور الوحدة بين مشجعي المريخ ولعبي المريخ وحيكون هم اللاعب رقم واحد في الميدان فأي مباراة قادمة بالتأكيد الجمهور المريخ جمهور جميل ومميز جدا جدا يقدم كثير للمريخ وعنده مواقف مشهودة مبروك الانتصار نقف الصفحة نتمنى التوفيق ونتحدث عن مباراة الياب إن شاء الله في حلقات أخرى أنا مباراة الياب في 12 ديسمبر في 10 ديسمبر الغادم طيب نعود إلى قضايا أخرى في المريخ المريخ قاب عن بطولة عن قرعة الدوري الممتاز اللي مقيمت في برج السوداتيل غاب المريخ عن القرعة أسباب قيام المريخ عن القرعة هو المريخ ينازل في الدوري الممتاز الخرطوم الوطني يعني هو قيام عن القرعة لعدم إختاركم لعدم لا الإختار تم تمام الإختار تم لكن هناك تسريحات صريحات سالبة من الأخرى رئيس الاتحاد رغمنا كنا لدي الاحترام كبير جدا جدا هذه التصريحات السالبة لابد أننا كمجلس نشير إلى أن هذه التصريحات لا ترضينا أبدا ولا يمكن أن نترك أي تصريح مضير بالبرخة الكيانية مر مرور الكرام فكان قرار اللجنة الموجودة أنه ما نحضر رغم أنه كلفنا الجهاز لجنة قطاع الكورة أنه يحضره ولكن صدر قرار مباشر من الأمين العام أنه نقاطع القرعة لإصار رسالة للاتحاد أنه لا بد أن نكون لنا رأي واضح جدا في أي تحرم هنرجع لكل قضايا الاتحاد حنسمى حسين أبو قبة عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السوداء لكرة القدم مرحبك حسين وجمعة مباركة حدثنا عن انطلاق بطولة الدوري الممتاز ولجنة المسابقات بالتأكيد عندها عمل كبير جدا جدا تغم به في الموسم الحالي مرحب بك مرحب بمشاهدي غنات الجرمان ومرحب بزيوفك الكرام وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله إن شاء الله طيب حدثنا عن البطولة وأن تعضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني بطولة الدوري الممتاز اللي وقيمت قرعتها في السبت الماضي انتلغت فعليا بالأمس بمواجهات عديدة وتهاجم سنار الحياة العرب والسودان وأيضا أهل مروي الأمال عطبرة واليوم سيتم تتويج الهلال في مدينة الفاشر في مباراة الهلال ومن ريخ الفاشر عصرا وأيضا عصرا ستقام مباراة الموردة وهلال الأبيض وكما معروفا أنه انطرق بالأمس البطولة بتاع الدوري الممتاز في هذا الموسم الإكتشنائي في 2018 2019 وبحمد الله بالأمس طبعا كمع متابعين ببط مبارتان اليوم بالنسبة لنا هلال بطل هذه البطولة ومن ثالث رتق محريان انطلق قبل غليل من مدينة الفاشر هذا المحريان ينبغ مباراة الهلال والمريخ الفاشر لتتويج بطل النسخة السابقة للمنافسة ومن بعد هذا الاحتفال إن شاء الله انطلق مباراة الهلال والمريخ الفاشر بإذن الله طيب دارد جعلك لنقطة دي يا أستاذ أستاذ حسين أستاذ حسين أستاذ حسين متابعين من خلال غرفة العمليات أن كل الترتيب ماسي جيد بهذه المباراة طيب أستاذ حسين دارد جعلك لنقطة دي بالتحديد تتويج الهلال من نسخة 2017 2018 من بطولة الدوري الممتاز هناك غضية مدرجة في كاس كاس أرسلت الخطاب للاتحاد السوداني بتعين محكم للاتحاد السوداني وعينة محكم للمريخ للنظر في غضية المريخ ومريخ الفاشر وهناك غضية سيتم تتويج الهلال وهناك غضية في أدراج كاس تخص المريخ وأيضا المريخ غدم في الدوري الممتاز وأنه يستحق بطولة الدوري الممتاز لربض شكوتي أمام مريخ الفاشر وطبعا أي سيناف أو شكوة تقدم لا تعطل إجراءات البطولة وبالتالي نحن بالنسبة لنا يعني في ترتيبنا الطبيعي لهذه البطولة إجراءاتها ما شاء وإي نادي عنده مرحلة سينافية من حقه أنه يستانت ومن حقه أنه لو تقرار من جهات عدلية علية أنه نحن متجمين بهم لكن إلى ذلك الحين ما تتوقف الترتيب على الاتحاد السورياني للإجراءات بتاعت السمرارية منافساته للإجراءات بتاعت تدريج الهلال لا تتأثر يعني لأنه لأنه كابعين أي غرار صدر من جهة عدلية داخل إلى الاتحاد السورياني تم تطبيقه فبالتالي نحن بحضن مسؤوليتنا من المسابقة بالتالي بلنش في شكل ترتيب طبيعي جدا وبعد ذلك لذلك أي غرارات من جهات عدلية نحن متجمين بالتنفيذ طمام يعني ممكن يحصل أمر بأثر رجعي ممكن يتم تتويج بأثر رجعي ممكن احتمالات كبيرة احتمالات كثيرة هل هناك تحوط لهذه الاحتمالات حتى في المثار المنافسة في 2018 2019 هل هناك تحوطات للمسار المنافسة في حال الكاس أول جاء الصدر أمر عدلي بتتويج المريخ بهذه البطولة يعني لو صدر أمر طبعا كذا الأمر حيصبح نافذ لأنه سلطان لجنة عدلية عدية بالتالي لو صدع أي أمر زي ما بتجد المسار مجزمين بتركيزه لكن ممن تعطل عشان ما ننتظر أمر غد يصدر وغد ما يصدر طيب في لجنة المسار نحن 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 في كتير من طبيعي وإنما يصدر في لجنة المسابغات ونحن في بداية موسم هناك استحقاغات إفريقية كبيرة لبعض الأندي السودانية وعربية أيضا المريخة الهلال الهلال الأبيض الأهل شندي عدد من الفرق ستكون مشاركة في بطولات إفريقية هل لجنة المسابغات وضعت برنامج محكم وخطة محكمة لعدم تأجيل مباريات لترتيب جدول المباراة الدوري في المرحلة الغادمة والله أكيد أن نحن تلين المسابغات حظ حرص كبير جدا لأن هذه الخرطة عندما وضعت وضعت مراعاة لانتزامات منتحباتنا الوطنية وضعت مراعاة لانتزامات منافساتنا في رؤون المشاركة في المنافسات الخارجية وحتى أقول لك أنه تم تشاور تنسيق ما بين هذه العنزية ولكن عادة ندرج العادة عندنا في السودان أنه الناس لا يتلزم بما اتقرنا عليه وعندما يطمع الرأي العام يتكلم عن أجل القورة وكذا يعني كثير من الإداريين من البصل معنا للتفاومات يتنصر من مسؤوليات لكن ماذا نأكل أنه نحن تدخل في تعجيلات أستاذ حسين أبو حول الاتزامات لو اطلعت على البرمج توجد أنه المريخ لاعق الأسبوع الأول الثاني وذي برمجة تمت يضغى المعلومات الأولية مع إدارة المريخ تم اتبرمجة الهجلال ويضغى المعلومات الأولية مع إدارته وبالتالي عندما رشينا لإدام المريخ لأنه لا يتلقى في الأسبوع الثاني وما يتلقى في الأسبوع الرابع خلقين المباراة بدون تماريخ جميل طيب شكرا لك كثير أستاذ حسين أبو قبة عضو لجنة المسابقات تحت ستار كرة القدم على هذه المساحة شكرا جزيلا عودة إليك مجددا السيد المريخ تعقيبا على حديث وتتويج الهلال في بطولة الدوري وهناك غضية مدرجة في كاس من المريخ طيب أنا أحترم الأخ حسين أبو قبة أحترم رأيه تماما لكن قاعدة قانونية إذا أصلا في أي قضية معلقة في المحاكم في أي حتة أنت لا يمكن تنضي قدما أي استناف يعطل أي إجراءات بتاعد أي قضية بتكون معلقة دي مع دائرة اثنين ثلاثة فكان من الأولى أن مسألة التتويج يعلق مع قضايا الموسم السابق إحنا وامنا وقول والله الاتحاد يجب أنه يعط الإجراءات المنافسة الحالية 2018-2019 لأنه ما عليها علاقة بالتتويج أو عدمه المسألة واضحة جدا جدا أنت أمشي في إجراءاتك للمسابقة الحالية الموجودة 2018-2019 ولكن لا يحق لك أنك في قضية ومرفوعة قدت من جهاد طبعا المجلس لم يتابع حتى يتخذ قرار لكن صراحة وقلتها قبل كده كثير المجلس قرر التصعيد رغم رأي الخاص قرر التصعيد إذا لابد أن نلتزم بكل خطرات التصعيد في هذه القضية إلى أن يصل مداهو لكن طبعا طالوا كمية من التداخلات من حيث الأشخاص الذين صاغوا كده يعني فيه كلام كثير جدا جدا ما كان يجب أن يكون صراح في مرترك أنا شايف ما في مصلحة الكرة السودانية ككل طيب طيب إجابة إجابة ما عليش خلينا نكمل يعني أنا في اعتقالي أخونا حسين ما جانب الصواب في أنه هم ماضين في إجراءات التدويج وإلى الآخر من الأفضل والأصح وقانونيا أنه يعطل التدويج إلى حين صدور القرار النهائي من الجهات التي نحن تظلمنا لها تمام طيب هذا طبعا سؤال في توتر في توتر في العلاقة الجميع يعرف أن هناك توتر في العلاقة بين مجلس المريخ والاتحاد السوداني كرة القدم من خلال التصريحات الأخيرة للرئيس الاتحاد البورفق والحمد شداد وأيضا لإخفاء بعض الخطابات القادمة من الفيفا اتهامات كثيرة جدا جدا علاقة المريخ الآن بالاتحاد السوداني كرة القدم هل هناك علاقة مباشرة بعيدا عن التنافس بعيدا عن المنافسات هل هناك علاقة هل علاقة متوترة بين المريخ والاتحاد السوداني طيب أنا الموضوع هذا كبير جدا وشائق جدا فأنا رجل أن تمنح للفرصة كاملة أن أنا أفصل قضايا الاتحاد ونادي المريخ شائكة لأنه فيه كثير من القضايا فيه علاقات خاصة فيه إعلام مباشر أثر فيه فيه أراء سالبة سواء كان من رئيس الاتحاد أو من لجان الاتحاد المختلفة أنا عشان أبني رأيه فيه قضايا محددة بيننا وبين الاتحاد في حد معين لازم الناس أنتبه لها واحد من موقف رئيس الاتحاد وبعد ذلك أرى موقف هذا وقم بتناول لك به وكل قضية عندنا بعد الاتحاد رئيس الاتحاد رأيه في عدم تكوين لجنة من لجان الاتحاد العام ولجنة هي خاصة على ما أعتقد بالأخلاقيات رأيه إنه اللجنة لماذا أتغرض لأن السودان فيها جوديات وأخو وأخوك والكلام يمكن قال الكلام هذا في مؤتمر أو في لقاء أنا لا أعتقد لكن سمحته إنه يتكلّع إنه سودان في علاقات خاصة وأنا أتمنى إنه رئيس الاتحاد يسمعني الآن إنه في علاقات خاصة ممكن تأثر في القرارات في الجوديات في هذه القضايا العقلية تحديدا هي اللي أثرت وين أثرت في كل قضايا المريقة طبعا لأنه في خلل في المجتمع هتعطل لجنة كاملة موجودة حتى في الفيفا بالتأكيد لا هذا رأي أنا أفتكر تصريح البروف هنا ما صحيح ودبنوا عليه كثير من قضايا المريقة الآن المعلقة بين وبين الاتحاد سبب هكذا رأي يعني الرأي دي تحديدا أثر في القضايا المعلقة وأنا منسك لك كل قضية ونشوف اللجان عملت شنو في الاتحاد وورك إنه تأثير الرئيس الاتحاد فيه طيب طيب ما لا الكلام مهم جدا أنا حارج على كلامك المهم عشان نكون واقعين هل هناك عداء بين رئيس الاتحاد من خلال تصريحاته للمريخ وانتوا لمسوا الأمر لا لمسناه سواء كان عداء أو رأي سالب أو عداء من لجان الاتحاد أو موجود دون أدنى شك دي ما لا رأي اثنين ثلاثة وانت هري تقول خلينا نمسك قضية قضية أحدد لك العداء وين وما بنع لشنو عشان ما نتكلم ساكد ونقول احنا اتهم الاتحاد سائل طيب نمسك قضية البرازيليين المحترفين قضية المحترفين البرازيليين أنا بقانون وليه بكرة وليه بعد بكرة وبتحد يزول ان البرازيليين ديل اخر خطاب جه من الاتحاد بقول هؤلاء مسجلين من 18 6 كلام واضح جدا جدا ولكن مبني على مبني على الاجراءات الداخلية للاتحاد اللي هو اللوائح الداخلية الاتحاد القرار بتعمل المريخ خلي بالك ما أنا ما تقاطع لا كاف في غصد بالتحديد ما بوريك القصد وين استغلال بعض النقاط والضعف الموجود حتى في كوادر الاتحاد في تطبيق اللواح والنظم القوانين القرار واضح جدا من الاتحاد الدولي ان هؤلاء العبت المريخ من 18 6 لانه شداد لانه شداد قام قال انه البرازيليين ما بيتسجلوا رغم انه عندوا تصريح سابق قبل كده وقال للوكيل اللاعبين انه اللاعبين المفروض يجيهم 16 عشرة ينزلوا في كشوفات نادي المريخ طيب تحلم سيك اللجان عملت شنو لجنة التسجيلات بقيادة الدكتور ما اذكر اسمه تسجيلات الاتحاد السوداني الاتحاد السوداني معاو مصطفى وبكر مصطفى الجابري دكتور الجابري اول قرار اتخذوه اول قرار اتخذوه انه هؤلاء اللاعبين وده عندي بيه خطاب رسمي رجل للطلب بدعنا انه اللاعبين ديل اه متاقات وما جاءت عبر السيستيم لما اكدنا انه اللاعبين ديل هم ما عندهم اندية والمادة ستة وتزعة بيحلنا انه نسجلهم خارج السيستيم جونا بفرية تانية وده رد رسمي انا اقول لك او وقر مصطفى قال لي اسد انتو ما عندكم خارات عشان نسجلهم لما لما جينا شهر عشرة قدمنا طلب رسمي لتسجيلهم الدون رد انه المريخ ممنوع من التسجيل رغم انه في خطاب جاي من خطاب مسبق خطاب مسبق طيب لانه شداد قال انه ما يتسجل وانه موظف السيستيم بتاعه اخطى خراس اللي لمجرد غول شداد فقط يس ما هو دلعب هنا انا اذا بقول انه رئيس الاتحاد بطريقة حديثك يعني احنا عندنا بعض القضايا المدرجة من الاتحاد السوداء كرة القدم والمريخ وقضايا مدرجة في قضية بكري المدينة واحد من العاصر المميز وحد 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 لنشرح شريح وانا دائما الناس تركز باعي عشان لما اجي اقول والله رأيه في الاتحاد ما بقوله من فراغ ولا اندقص ضد شداد ولا ضد اي احد ولا ضد الاتحاد لانه كلنا من الافترض نكون منظومة لتطوير الرياض في السودان يبقى اذا اصلا شداد قال كلام انا لا بلوم اللجان المساعد بتحته سواء كان لجنة التسجيلات اللاعبين او اي لجنة تانية سنجيله بعد شوية لجنة المنتخبات القومية الى الاخر اذا اصلا مجرد شداد بقول رأيه بس خلاص الناس يتمسك بيه يبقى على الرياض السلام يعني من طريقة حديثك سيد علي اسد وقضايا مدرجة امام الاتحاد السوداني كنت قدم بديت بالقضية البرعزيلي ثم قضية بكر المدين هنتطرق لقضايا كثيرة جدا جدا لو ما شرحت انت ما حتقدر تنتبه انه هل الاتحاد ضد المريخ ولجان المساعدة ضد المريخ ولا الحاصل شنو في الكرة السودانية والنظام الموجود في الاتحاد السوداني خلينا اشرح لك واحد واحد وبعد ذلك في النهاية بوريك التغييم انه انا كنادي المريخ رؤيته شنو حيال شداد او حيال الاتحاد ككل وليس شداد كشخص يبقى يبقى اذا انا كرئيس انا مثلا رئيس نادي المريخ قال رايه هل معنى ذلك يسري على كل مجلس المريخ بالتأكيد لا هناك في مجلس في قرارات لكن التصريح بالراي لشخصية كبيرة هذا اسلوب سوداني لا اعتقد انه سيطور الكرة ما انت ما تقول لي ارى عندي نظم وعندي قوالين وعندي لوائح بتحكم اي نشاط موجود في العالم اذا مسؤول زي ذا قال لتصريح معيب يجب انه يقدم استقعاته نمسك 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 لانه انه هنا عشان لانه هنتكلم اكثر واكثر حول علاقة المريخ ومتحات السوداء الكرة الغدم هنتكلم بمجمل القضايا المدرجة لا ما مجمل لانه ارى ارى الديني طيب طيب نمسك نمسك موضوع بكري المدينة لانه بصراحة الموضوع ده بيهم جمهور المريخ ككل وبهم رايحنا كمجلس الثارة وبهم اللاعبين نمسك مثلا بكري المدينة رئيس الاتحاد صرح قال انا حي لا يمكن بكري المدينة لعب للمنتخب وين الوطنية وين الفهم الاداري وين النظم والقوانين امرك الحاجة اللي بتأثر وين احنا ده حسن المجلس ما يقدر ياخد فيه قرار الا بعد ما يجي لجنة المنتخبات يجي الجهاز الفني للمنتخب بكر المدينة بالمستويات القاعدة يقدمه احق من اي لاعب في السودان الان مشاركة في المنتخب ان يشارك في المنتخب القومي للسودان ولي قمة الوطنية طيب انا هنا بصراحة اقول لك لجنة المنتخبات رئيسه حسب برقه معاون معاونينه معاونينه والجهاز الفني اذا تخطوا اختيار بكر المدينة للمنتخب بتبقى المنصيفة كبيرة واذا تم اختياره وهنا قرار شداد انه لا ينعب وهو حي بتبقى المنصبتين طيب لكن بكري سابق سابق لبكري عدم سفره مع المنتخبات يخ ما يسافر ما سافر اذا هنا ما سافر وين الوطنية انت توقف لك لاعب اداءه ممتاز جدا 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 توقف انه ما يشارك مع المنتخب لانه مجرد انه هو ظلم سواء كان من مجلس الادارة او من الاتحاد والكلام احنا قدنا مئة مرة يبقى 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 انت رئيس الاتحاد كيف تقرر قرار زي طيب استاذ علي وهو استاذ وانحنا المفروض نهتدي به وانحنا مفروض نبص على رأسه وانحنا نتعلم منه كيفية قيادة ادارات الاندي طيب انحنا عشان نكون منطقين استاذ علي اسد هناك عدد من القضايا المدرجة انت عندكم رأي سالب تماما في اتحاد سوداني كرة الغدب او في لجانه او في تصريحات الدكتور كمال حامد شداد رئيس الاتحاد السوداني اذا علاقة متوترة بينكم وبين الاتحاد من تصريحات وتعتقدوا من خلال حديثكم ان الاتحاد السوداني يسيره فقط كمال حامد شداد يعني انت دائرة اديك بس كده اجمالا 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 انا انت رأي سالب جدا في كل لجانة الاتحاد الآن انا تظلم القاعد يلقاوا المريخ صراحة ما مرضي بالنسبة لنا يعني سواء كان قضيط مريخ موقف مريخ هو اذا رأي مجلس دارة نادي صفوة مع شوائيين اطلاقا وانا شخصيا قاعد افكر انه ما لم استلم ديكمانس في يدي ما بمشي بهاجم لي الاتحاد اصلا ما انا والاتحاد كلنا صنوان في اننا نطور القرى في السودان وشداد بيخطي الاسد يخطي والدى الشيخ يخطي والكل يخطي وفي النهاية الرجوع للحق فضيلة يعني انا انا رأيي سالب في كل القرارات الصادرة سواء كان من لجنة المسابقات في الفترات السابقة والحتة دي احنا بنحزن فيها بشدة طار ما قاعدين في البنجس اي محابة اي امر اني حنتابع كله صغيرة وكبيرة في هذه اللجان حنكفيه موقف صارم جدا ولو الرياضة في السودان جميل موقف انتقل الى محور اخر والمحور ده بالتحديد يعني على اسد عبر عن رأي مجلس تناني من الريخ ورايه حول الظلب الذي يحتقدون من الوجه لون من الرياضة طيب انا ما اجبارا لكن هناك خلافات داخل مجلس تناني من الريخ عبدالصمت يقال انه استغال الامور المادية في المريخ متأثرة بعد عدم ظهور اوكتاي الداعم الرئيسي لمجلس الوفاق كما ذكر عند تعيون وايضا ساهم في حال حالة بعض القضايا المريخ واستغالة عبدالصمت او يعني كذا انت انتقلت بي طوال خلد وعد الاتحاد وارد افتكر اننا كمية من الاشيو مهمة جدا جدا قضية جمال سالم في الاتحاد كلها غضايا كلها غضايا تحدث معلش يا استاذ معلش ده كله الجمهور لا عايز يعرف اننا رأينا فيه وشنو انت تتخطط الله يتمشي ليه كلام الاعلام امشي ليه خلافات في المجلس انا اقول لك ما عندنا خلافات تذكر داخل المجلس مجلسنا مجلس الوفاق تحديدا انا مفتكر انه بدهنا ماشين بعمل خرافي كلنا كتلة واحدة اخوان اعزاء شاركنا في تطوير او مشاركين في تطوير النادي بكل التفاصيل الكثيرة اللي فيها صحيح بعض الخلافات ظهرت وده سلوك شخص افتكر بدر من اخونا ابن الصمت بخصوص لا حد اللحظة انا ما وصلنا ولا سمعنا انه اشتقال لكن رأيه كان في انه مبلغ مئة الف دولار كيف يوزع واي الاخر ويمكن احللناها وتم اجازه داخل المجلس وتم اعتماده ما في اي مليم من مال المريخ عضو من اعضاء المجلس اتصرف فيه تصرف غير سليم كل التصرفات كانت سليمة مية المية لكن هو بطبع يحب الاثارة و المسألة حسمت داخل المجلس مع رئيس المجلس هلئك خلافات الا اذا هو عايز يواصل الموقف المالي كيف سليم الموقف المالي الاندي الكبير لا يمكن تكون مستقرة اطلاقا صحيح الوفاق الناس لو بد يتكلم عنها هي حققت مكاسب للنادي الدعم من مساعد الرئيس وكتائي حقيقة مئتين كمستين يعني ما مبلغ خيل دولار ساحمت برضو في حلحة كثير من القضايا اين هو كتائي لا موجود موجود غير موجود انا ما حضرت الاجتماع ما حضرت معنا لكن مساهمت ظاهرة اللجنة الخاصة بالوفاق ايضا ساهمت في كثير من حلحة الديون هي ما قصرت انا افتكر الصرف على نادي المريخ صرف خرافي يعني ماشي ساهل طيب معروف ان الاندي الكبير خلال المريخ والاندي الكبير في السودان تصرف صرف كبير طيب في ظل النقد المستمر الذي يتعرض له المجلس من بعض الاشخاص او من بعض وسائل الاعلام او من بعض الجماهير هناك مهمة كبيرة جدا جدا في عاتق المجلس اجازة النظام الاساسي وامكانية هل هناك امكانية توافق اهل المريخ في ظل هذا الوضع والله يشوف يعني انا في اعتقالي البدور في الاعلام مختلف من الشي البدور عندنا في مجلس نادي المريخ احنا في المجلس انا شخصيا ما قاعد الحظ ان هؤلاء وفاء لجنة تسئير هؤلاء منتخب هؤلاء مجموعة وهؤلاء مجموعة كل مما بدأنا العمل في الايام النوائل في توجس من بعض الناس في النهاية البس على دابت كلها في مجلس ادارة نادي المريخ وكلنا من احتار من الهجوم من الهجوم الكاسح على المجلس بدون دراية بدون معرفة انت يعني انا انا باستغرب جدا اذا اصلي انت عاشق لنادي المريخ وانت كادر من كوادر لنادي المريخ يا اخي تعال المجلس تعال وجه انتقاداتك تعال وجه رؤيتك وجه رشاداتك اذا ما لقيت اذان صاغية بعدك يا خمش يا شهر اتكلم اقول ان هؤلاء لا يرقون ابوابنا مفتوحة المشاكل اللي بتسار زي ما قلت لك في البداية احنا بنسع بمشاكل داخل المجلس من خلال الواتصال وانده وابتكون اصلا ولا في اجتماع ذاته يعني قضايا غريبة جدا مثلا تحويل مباراة الاتحاد للامارات المجلس يجتمع ولم يقدم بل بنسمع جهاز النظام نظام الاساسي جهاز النظام الاساسي ما فيه اي خلافة الان متفقين انه الالتزامات كثيرة الالتزامات بشكل يومي ظاهر للنالي المجلس كله شغال في انه يتلافو هذه المشاكل سواء كان ديوم مطالبات سواء كان مباريات سواء كان يعني انت عشان تقعد تقرر تواصل وسهلة النظام الاساسي دائرة ترتيب ودائرة مجهود يعني اجتماعات الناس ذاته يعني مشكلة لابد من الترتيب له ترتيب دقيق جدا في انه الاتماع الاول ودي مصطحة المريخ ما مصطحة فرد انه لابد الناس تقعدوا اجتماعات النظام الاساسي على اساس انه تنتقل الى الاحترافية ودي بتحتاج شغل كبير جدا ما اشي ساهل بس خلاص اجتماع جميع ومومية والناس تتلم والمطلوب 700 وكسر او 800 او كسر يجوك 100 200 انت ما حتى تقدر تجيز نظام الاساسي وبالتالي يكون اهدرت مجهود سائل احنا الان في خلال اسبوعين اننا اربع مباريات رئيسية وكبيرة جدا 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 دارين نتجاوز مبدئيا تم تحديد مواعيد للجميع الامومية لتعديلات النظام الاساسي ومبدئيا تم تحديد لكن برضو انا شخصيا اتوقع ان مع الضغط الحاصل ممكن تستمر الموضوع ممكن تستمر لانه اكتمال جميع عمومية لانه الاساسي ما سائل تمام طيب يعني الترتيبات قائمة لغامة الازيازة النظام الاساسي ايضا الانتخابات الانتخابات هاجس وسؤال لبعض الجواهير الممكن تكون هاجس كبير جدا جدا الانتخابات ومن سيدور المريخ ومتى سيرحل هذا المجلس ام سيبقى هذا المجلس طبعا الناس بيقولوا ارحل هو عنوان كبير متى سيرحل هذا المجلس لا ما بنرحل المجلس ده عنده بشكله الحالي بشكله الحالي المجلس ده عنده مهام محددة هو اجازة النظام الاساسي وقيام انتخابات طيب انا استاذنك غليلا سيد علي اسد المشاهد الكريم مستمرين في مجلل الرياضية لكن نخرج الى فاصل قصير رجال ابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 فيها رأي كبير جدا جدا وايضا هناك تحدثنا عن خلافات في مجلس المريخ واكدت ان هناك توافق كبير لكن هي خلافات من بعض الأفراد وايضا تحدثنا عن التتويج ماذا تريد ان تضيف السيد علي اسد في ختام هذه الحلقة والله ط mmm أنت قلت تحدثنا باستفادة لكن أنا في رأي استفادة بالذات في قضايا الاتحاد وده بالمناسبة أساسي بالنسبة لنا كمجلس وجماهير المريخ إنه والله قضيتنا مع الاتحاد صارت معقدة جدا جدا أنا ممكن أجمل كلامي إنه يا الاتحاد سواء كان في معني بين رئيس الاتحاد ولجانه المختلفة إحنا بيننا وبينكم القواعد والنظم واللوائح إحنا ملزمين كنادي نلتزم باللوائح والنظم وإلى الآخر ولكن بنفس القدر لابد إنه الاتحاد السوداني برضو يلتزم ويكون جهة محايدة ومسألة لجان تستمع إلى التصريح وتحاكم المريخ على أساسه هذا خطأ كبير جدا جدا إحنا ما بنقبله عايزين موسم استثناء قادم نتمنى فيه الحياة نتمنى فيه العدالة نتمنى إنه النظم القادم والله هي تكون الفيصل بيننا يعني ما ممكن أنا قضية واحدة أخذ فيه ثلاثة قرارات من الاتحاد ما ممكن قضية مجرد رئيس الاتحاد قال والله يا أخي أنا ما بقبل الله يبدأ يلعب معنا خلاص الله يبدأ يدك ويحرم السودان وين الوطنية وين وين قضية جمال سالم أيضا هو أنه عقدي معانا الآن هو مسجل نعلن إنه قضيته لم تنتهي بعد الآن مباراة من الليلة في الفاشر المريخ إذا اشتكى عنده حق لأنه العقد الموجود بيننا وبينه وبين اللاعب متاح في كل الأسافير موجودة ممكن يقدم به شكاوي جميل يا أخي بيننا هو الحال يتمنى إنه القصة المعقدة التي تحلى بينكم بين الاتحاد السودان الكرة القدم بتطبيق اللوايح والنظم كما أنت أسلبت في هذا الموضوع أنا شاكر لك كثير سيد علي أسد طيب أنا أفتكر المباراة الأخيرة حققت إيجابيات كبيرة جدا على صعيد كل المتبع المريخي اللي هو التضامن اللي حصل بين الجماهير واللاعبين والروحة اللي إحنا لعبتنا أنا شخصيا واثق تماما في اللاعبين تيم 2018 هذا هو أقوتيم موجود للمريخ في المنصورة القريمة لبعد 15 جميل أتمنى إنه كلنا كجمهور وكإدارة وكمشجعين وكإعلاميين وإلى الآخر نحافظ على هذه اللحمة إن شاء الله يعني دا ما بتبقى إلا وإنه كلنا نقول أرضا سلاح وين المريخ وكل ذول يقوم بدوره شكرا لنجزنا خاصة الناحية المالية المريخ بعاني محتاجين لدعم المادي محتاجين لدعم ومباراة بكرة تحديدا أنا أتمنى إنه يمهور المريخ كل يمنى الإسلام يعني الدخل طبعا أكيد بفيد المريخ إذا أنت ما قادر تواصل دعمك للمريخ تعال أدخل المباراة دخل المباراة هو دعم للمريخ الكيان دون أدنى شك أنا أتمنى إنه اللوجيك والمنتلة بتاع جمهورنا إنه والله ندخل المباراة دعما للمريخ الكيان أنا أتمنى إنه مباراة بكرة ومباراة الأربعاء القادمة إن شاء الله الإستاذ ميش إلى الناس عشان برضو يكون في عائد مادي ويكون في عائد مادي أنا أشكر لك كثيرا سيدة الأسد مجددا وشكرا جزيلا توجدك معنا داخل الستيديو بتأكيد سنفرد مساحات كبيرة للحديث عن البريخ وغضايا البريخ شكرا جزيلا